السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يارب بتكونوا في احسن صحة واسعد حال او اول مرة بتشوفوني انا دودو مصرية عايشة في تركيا اتلكوا فيديو جديد عملنا حاجة حلوة وحاجة حدقة ده اخر فيديو ليا في 2023 دلعتهم كده بقى وزبطت الدنيا وعملت لهم حاجة حلوة هتشوفها سهلة اوي وسريعة مش تاخد منك وقت خالص وعملت لهم كمان صنية الكفتة بالتحينة جمدة جدا بتنجس كده في الازمات وتعاملها حلوة اوي تنفع تعملها في رمضان او في عزومة جميلة جدا تعالوا بقى نشوف المقادير اللي هنعمل بيها البقلوة الاول هعمل اول حاجة الحليب المكسف المحلة عندي كباية سكر بودرة وكباية لبن بودرة وعندي نصف كباية مية سخنة حطيت المية سخنة الاول في ابريق او دورق او كباية كبيرة اي حاجة وهحط عليها اللبن البودرة والسكر البودرة حطوا المية في الاول عشان تعرفوا تضربوها يعني لو حطيتوا البودرة في التحت مش تعرف تضربوها ده النيزو اه طبعا النيزو مقطع فانا جايبة ده 350 جرام بيجيبو من الماركت هنا في تركيا انتوا هاتوا اي نوع مصري اي نوع ما يكونش اي مقطع وده البيف باستري او عجينة البيف باستري اللي انا هستخدمها او ميل في زي ما الناس بتسميه اه دي انا هستخدمها بجيبها من الماركت برضو بيكون موجود في التلاجات وده الفوزدق اللي انا هستخدمه دول تقريبا مية جرام الفوزدق عندنا وسل الكيلو الف ليرة اللي هو المطحون بالشكل ده معرفش بقى عنده في مصر بكام لو حد يعرف يقول دي ميت ورد مخصصة للأكل مش للمكياج ولا للبشرة ولا حكا دي مخصصة للأكل خدت بقى شوية ملفوزدق عشان ما مهدروش كله يعني وممكن ما استخدمش الكمية تاني فمش عارف هستخدمها في ايه فانا خدت نص الكمية الاول حطيت عليها معلقتين لبن مكسف محلة وحطيت عليهم او حليب مكسف يعني في ناس بتسمي اللبن حليب وحطيت عليهم معلقة ميت ورد وقلبتهم بقى بالشكل دي يكون الخريط كده يعني له سائل وله متماسك يكون وسط كده جبت بقى اول قطع هي كده كده الواحدة بتكون مقسومة اتنين وبين كل طبقة وطبقة في بلاستيك عشان طبعا ما يلزقوش في بعض لانها في الاول في الاخر هي عاجينة وبتكون متفرزة في الفريزر انتو تطلعوها قبل الاستخدام مثلا بساعة عشان تفك شوي هاخد بقى اول قطع وحط فيها حوالي معلقة صغيرة كده مليانة من الحشوة اللي انا جاهزتها وهالفلها كده زمان تشوفوا في الفيديو وهخلي الفتحة بتاعتها من تحت عشان في الفرن بتنفف شوهية فمعشان ما تفتحش منه يعني لما تستبه بس هرسوهم بقى في البيريكس او اي صانية عندكم بالشكل ده كده صفوف ورا بعضيه هعمل واحدة كمان معاكوا هي خد حشوة وايه حط ما تحطوش كتير ولا قليل يعني خلوها مظبوطة وخلوها كده قريبة من الطرف عشان تعرف تلفوها لو عملته كتير لو حطيته حشوة كتير طبعا هتطلع في الفرن لما يسخن الحليب المكسف ده ويسخن في الفرن فهتطلع من الحشوة من جناب واحنا مش عايزين كده عايزنا مظبوطة يعني ممكن تحشوها اي حشوة عندكم ممكن تحشوها عن جمل ممكن تحشوها فول سوداني مرضو مبشور ومطحون آآ زي ما انتو حابين آآ بس انا هقطعها بقى بالشكل ده الواحدة هقطعها على تلاتة على اساس الكتعة تكون صغيرة كده زي البقلوة اللي منشوفها في المحلات التركية هنا بتكون بالحجم ده كده الواحدة على قد قطمة واحدة يعني عالبقها على طول زي ما انتو شايفينه كده اقطعوا بقى اي الواحدة على تلاتة اهو اللفة اللي هي الف جرام يعني كيلو آآ عملت معي اتنين بيوريكس زي ده هوريكو التاني دلوقتي بس اول واحدة بقطعها على تلاتة بس جبت بقى معلقة زبدة او جيبوا معلقة سمنة وسيحوها وانتهنوا بها الوش يعني زبطوا الوش كده عشان يحمروا وبقى تلقونه حل وحطوا برضو ايه ما بين الجنب اللي باينة دي زي ما انا بعمل كده هعمل بقى الوش كله هدهنوا بالزبدة وهدخلوا الفرن من الدرجة حرارة 200 بيقعد نص ساعة في الراف اللي في النص دي اللي بيريكس التاني واخر اتنين دول قدامكو دولا عملتهم جبنة لان الحشوة كدخلصت الفزدق فعملتهم جبنة كانت عمهم حلو جدا يعني تقدروا العجينة دي تعملوها حلو وتعملوها حادث بقى تلعم الفرن بالشكل ده بعد نص ساعة لو الفرن بتاعكم ما بشتغلش تحت وفوق مع بعض انا بشتغل عندي تحت وفوق فانتو هتشتغلوا آآ من تحت بس واول ما يحمروا من تحت ولعوا الشوادقين تلاتة كده هنا بقى الحليب المكسف اهو حطيتوا عليه كله كله تقدروا بدلا لما تعملوا الحليب المكسف ده تعملوا شرباط بتاع الجلاش العادي اللي كنانا بنعمل في البيت ممكن تحطوا كباية سكر مليانة عليها نوس كباية مية وتحطوه على النار واول ما تغلي عصرة لمونة المدة بتاعة 4 دقائق بس وتسيبوه يبرد ويكون الجلاش سخن او العكس يكون الجلاش بارد والشرباط سخن زي ما انتو حابين يعني لو مش متوفر عندكم لابن بودر وسكر بودر عملوا الشرباط اللي احنا بنعمله كلنا برضو سهل وم مش بيكلف كتير وفي حليب مكسف محلة برضو بتباع في الماركتات اللي عبوة جاهزة مش انتو بتعملها في البيت هي بتبقى جاهزة على الاستخدام يعني الصنف الحلو ده ما بياخدش وقت خالص لو جاي لك الضيف على فجأة بتطلع العجين على طول بتحشيها اي حشوة موجودة عندك حادق او حل وبعد كده تسقيها بالشرباط يعني عم تخرج من الفرن تكوني عمالتي الشرباط سهلة قوي بجد وممكن تحتفظوا جمال بالوصفة الرمضان تعملوه يعني بعد الفطار اه صنف حلو خفيف ما فيه السمن كتير وما فيه زبدة كتير زي الجلاش اللي احنا بنعمله رقات واربعد ده لازم نحط بين كل طبقة او طبقة آآ سمنة او زبدة فده ما خدش اغل معلقتين السمنة اللي علوشة او الزبدة وطلع باللون اللي انتو شايفين ده طبعا زي انتو بقى بالفزدق تقدروا تزينوه باي مكسرات عندكم هنروح بقى نعمل الصنف الحادق هعمل كفتة بالتحينة او لحمة بالتحينة زي ما بتسموها بقى دي نص كيل لحمة مفرومة وعندي بصلتين كب وعندي نص حزمة بقدونس دي كانت حزمة اخدت منها نص وآآ اربعة حبات فلفل زي ما شايفين كده والتواب اللي انتو بتحبوها حزمة البقدونس دي انا كنت اواخدها منها قبل كده نص وبعد كده دي اللي باقي غسلها وحطها في التلاجة في الكيز زي ما شفتوها كده بتوعود باقي من تلاتة ما يجرى لهاش حاجة آآ ممكن تغيروا في الديع ممكن مش حابب بقدونس ما يحطش مش حابب فلفل ما يحطش بس انا بحبها كده وهي بتعملها كده حطيت معلقتين بقى ملح صغيرين معلقة فلفل اصمر نص معلقة فلفل اصمر نص معلقة كمون ونص معلقة ببركة حمرة ايوة كده ادعكتها بقى كلها كلها لو عندكم بقى تواب الحواوش يحطوا عندكم تواب اللحمة حطوا تواب الكفتة آآ بالطعم كل ده بيطعم اللحمة بس بعد ما ادعكتها بقى كلها وبعد كده نزلتها بقى في البيريكس اي صانية عندكم عمل فيها. وفردتها بقى كل السطح كده يكون سوى واحد. ايوة كده زي ما انتم شايفينه كده. زبطت بقى الوش وبعد كده هعمل التحينة او السوس اللي بنحط عليها بنعلوش. اهي دي التحينة اللي انا هستخدمها. حطيت حوالي نص كوباية وعليهم شوية مية. ما بزويتش المية. لأ. بحط حبة بحبة واقلب كده. واشوف السماكة بتاعتها انا عوزها ازاي. وبعد كده حطيت عليها نص معلقة كمون نص معلقة فلفل اسمر نص معلقة ملح ونص معلقة بابركة. زي ما انتم شايفين كده. لو حابين تضيفوا اي حاجة على التحينة انتم براحتكم حسب الطعم بقى اللي بتحبوه ممكن تحطه شطة. آآ كده تبقى طعمها حلوية. بس اغطي بقى بيها وش الكفتة كون لها كده. اهو. دي بتغنيني بقى الحركة دي ان انا اعمل جنبها صلة التحينة او حاجة. لا هي كله مع بعضو الطبق جاهز وسهل وسريع جدا. برضو احتفظوا بالوصفة دي الرمضان لاني ما بتاخدش وقت خالص والله العظيم. سهلة وبتنجز في الازمات وبعدين شكلها حلو. طعمها حلو. ممكن تعملوها برضو في عزومة. يعني جنب الاكل جميل. وممكن كمان تعملوا معها مكرونة او تكلوها بالعيش مع شوية صلطة حلوين او شوية مخلل. وصفة سهلة او وسريعة وبسيطة زي ما انا قلتلكو. كمان البقلية واللي احنا عملناها. حلوة اوي جربوهم ان شاء الله يعجبوكو. ما تنسوش بقى تعليقات ولايكات كتير كتير. وهسيب لكو في اخر الفيديو ازاي الاطراك احتفلوا بالكدوم العام الجديد الفين اربعة وعشرين. اول ما الساعة جدت اتناشر ابتدت السواريخ والالعاب النارية والحاجات اللي بتطلع الصوت والدوق وحاجات زي كده. رحت عالشباك على طول ونقلتلكو الاجواء عشان تشوفوها معي. اشتركوا في القناة